بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم عن فطريات فروة الرأس أسبابها وأهم الأعشاب الطبيعية الفعالة لعلاجها فطريات فروة الرأس هي أحد الأمراض الجلدية التي يتعرض للإصابة بها الإنسان الصغير والكبير وهي نوع من البكتيريا غير مرئية وتكون على هيئة دوائر تحتوي بداخلها على قشور بيضاء أو نقاط تحمل اللون الأسود وتعتبر فطريات الشعر من الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل من شخص مصاب إلى آخر سليم من خلال استعمال أغراضه الشخصية الخاصة به وهناك أسباب نذكر منها عدم الاهتمام بالشعر أو ملامسة أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة أو ضعف الجهاز المناعي وغيرها وهناك العديد من العوامل التي تدل على أن الإنسان مصاب بالفطريات مثل الحك الشديد طوال اليوم وتساقط الشعر وظهور القشرة وغيرها ومن الممكن التخلص من هذه المشكلة من خلال الاعتماد على الكثير من أنواع الأعشاب وسنتعرف في هذا الفيديو على طرق استخدام بعض الأعشاب الطبيعية في علاج فطريات فروة الرأس فما هي الأعشاب الطبيعية الفعالة لعلاج فطريات فروة الرأس؟ أولا البابونج يعتبر البابونج من أهم الأعشاب الطبيعية التي من شأنها أن تساهم في القضاء على الفطريات المتراكمة في الرأس وذلك لاحتوائه على أهم البيتامينات وعلى مواد مطهرة مضادة للبكتيريا ويمكن استخدامه من خلال وضع ملعقة كبيرة من البابونج على كأس ماء مغلي وتقطيته لمدة عشر دقائق وبعدها إضافة ملعقة من العسل الطبيعي وبعد أن يبرد قليلا يعني يصبح دافئا يغسل الشعر به مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في الليل قبل النوم ثانيا أوراق شجرة التين تعتبر أوراق التين من العلاجات الفعالة للقضاء على فطريات الشعر وتستخدم بعد غسلها بالماء بشكل جيد وطحنها بهدف الحصول على عصير أوراق التين ويتم وضع هذا العصير على المكان المصاب للحد من هذه الفطريات نضع عشر ربع ساعة وبعدين نغسل بالماء الفاتر ثالثا زيت الخروع يعاد زيت الخروع من الزيوت الطبيعية التي لها القدرة الفعالة في علاج فطريات الشعر ويستخدم بوضع بضع قطرات من زيت الخروع على قطعة من القطن أو قطعة من القماش وتطبيقها على فروة الرأس وتحديدا على المناطق المصابة ومع الفرق الجيد لمدة دقيقتين وتركه ربع ساعة ومن ثم شطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو جيدا مع استخدام هذا العلاج مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة مضمونة خلال فترة زمنية قصيرة رابعا الثوم يعد الثوم من الأعشاب التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد المطهرة التي تعالج فطريات فروة الرأس المجعجة والحكة الشديدة المرافقة لها ويمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق تقطيع فص الثوم إلى شرائح صغيرة وتمريرها على فروة الرأس وخاصة على المناطق المتضررة مع التدليك لمدة خمس دقائق وتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق متواصلة ومن ثم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو جيدا طبعا قد تزعج رائحة التوم بعض الأشخاص لكنها فعالة وستزول الرائحة بعد غسل الرأس خامسا زيت شجرة الشاي يستخدم هذا الزيت عن طريق وضع كمية كافية منه على الشعر وخاصة منطقتين الأطراف والجدور مع التدليك الجيد لمدة لا تقل عن خمس دقائق وتركه لمدة عشرين دقيقة ومن ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو سادسا زيت القرومفول ويستخدم عن طريق تطبيقه على فروة الرأس لفترة زمنية كافية سابعا زيت اللافندر يساعد زيت اللافندر في القضاء على الحكة والحد من التهيج والإحمرار كما أنه يقلل من حدة الالتهابات ثامنا زيت زهرة الربيع المسائية وهو يساعد في الحفاظ على صحة الشعر والقضاء على مسببات الفطريات طبعا جميع هذه الزيوت اللي ذكرناها لها نفس طريقة الاستعمال وأخيرا هناك نصائح للوقاية من فطريات الشعر ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالبيتمينات واتباع نظام غذائي صحي يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم والابتعاد عن استعمال الأدوات الشخصية الخاصة بالأفراد المصابين مثل المشط وفرشات الشعر كي لا تنتقل العدوى ضرورة الاهتمام بنظافة الشعر والحرص على غسله ثلاثة مرات أسبوعية واستعمال الشامبو المناسب للشعر ويفضل الشامبو الخالي من المواد الكيميائية مثل الشامبو الأطفال والابتعاد عن استخدام المضادات الحيوية التي تعمل على زيادة المشكلة وأخيرا والأهم تجنب تناول السكر بكل أنواعك والمشروبات الغازية والأطعمة الدهنية ومرعاة الابتعاد عن الوجبات السريعة تماما طبعا يستعاد عن السكر بالعسل الطبيعي ونتمنى للجميع دوام الصحة وراحة البال ومثل العادي ننتظر رأيكم وتعلقكم على هذا الموضوع وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته